أهلاً وسهلاً بكم في فيديو جديد على قناة حمزة ذا بيبنج طبعاً هتلاقينا الفترات اللي فاتت دي كل شوية بالنفيو ديسبوازوبل أو بود جديد سواء نفي الشيشة أو نفي السجاير لأن التطور في العالم الليجاسي للبيبنج اللي هو المود والتانك والتانكات ريبيلج يعتبر الأل عالمياً في كل الشركات إنما واحدة من الشركات المشهورة جداً جداً بمدتها وأكثر شركة بتبيع كويلات جهزة في مصر عملت كت جديد ومود جديد فلو إنت محبين إن إنت تمسك مود بقى في إيدك كده وتحس بحلاوة البيبنج للعالم القديم يبقى لازم تشوف الفيديو ده الشركة اللي احنا تكلم عنها النهاردة هي شركة بفو ومن أول مدات اللي أنا شخصياً استخدمتها تقريباً فرينج 2017 كده كان النسخة الأولى للدراج وهو الدراج 1 الدراج 1 ده بعد كده نزل منه فرجل تاني الدراج 2 سوما 3 سوما 4 وأخيراً نزل الدراج 5 وهو ده اللي احنا تكلم عنه المهاردة هي دي علبة الدراج 5 كده وطبعاً الشركة بتنزل الدراج 5 مود وكده الفان ما بينهم الاثنين إن المود بيجي لوحده إنت بتشتريه وبعد كده بتركب عليه أي تانك سواء ريبلد أو قيلات جهزة وفيه الكتة نفسها بيكون مرفق مع المود تانك بيشتغل بكويلات جهزة وطبعاً كويلات من شركة فو المرة دي التانك ده مختلف ليه بقى؟ هقولك والمود فيه كذا أوبشن جديد أول مرة ينزل في المودات عموماً وأول مرة ينزل مع شركة فو فيلا بينا بقى بسرعة نعمل أمبوكسنج ونشوف إيه محتويات العينة دي بقى علبة الدراج 5 كت من شركة فو ومن الجنب هنا بيبقى رسم لك شكل كت بلون بتاعها وكاتب اسمه بيقولك انه هو بي اكس وفيه نظام السمارت لاذر للكافر هنشرحه لما نفتح المود والأوبشن الجديد الباتري إفالويشن ساسكي من هنا كتب لك برضو المحتويات بتاعة العينة نفتح بقى على علبة كده أول حاجة هنلاقي كافر مكتوبة عليه براج 5 وهنا شكل المود وطبعاً هيخطفق جداً انه هو شكله جلد شيك قوي نتكلم عنه بالتفصيل ده الزيزة سبير نفس اللي راكب في التنك بيسع 5.5 ملي ليكود وده التنك نفسه هنتكلم عنه برضو بالتفصيل طبعاً شغال بكويلات بي اي بي اكس وبيجي بعد كده المفروض هنا فيه كتالوج بس يعني اتشال من هنا في الجماريك وشعر كليلس تمام والعلبة بقى بتاعة الملحقات بيجي فيها كيس orange بداية للتنك الراكب وبيجي كويلين 0.3 وده اللي انا استخدمته من فترة الانبوكسن بالحد دلوقتي وكويل تاني 0.15 وبيجي معك كمان كابل يو اس بي سي علشان الشحن التنك ده اللي بيجي اسمه يوفورس اكس 5.5 ملي زي ما قلنا من تحت مكتوب اسم التنك وطبعاً 5 تنك كونيكشن هنا التنك ده مستو بقى ان هو طبعاً ايرفلو من فوق ومن ناحيتين فانت تختارك المية الهواء اللي انت عايز تدخلها والمييزة ان هو طبعاً ايرفلو ان هو كده بيقلل وليكن جداً وعلشان تملى الليكود بتعمل كوش من هنا كده فبتلاقي المكان اللي بتنزل منه النهل بتاعة الازازة ومن هنا هي طيب جداً فمسلحية تنزل الليكود لو انت ذاكيت كده فانتو اوبشن دول يبنعو الليكينج تماماً طيب لما تيجي تغير الكويل بقى بتعمل ايه تقلب التنك كده وتلف القعدة بتاعته هتلاقي كويلك القديم بمنتهى السهولة كده هتطلعه وتفكه وتبدأ تستخدم الكويل التنك مفيش اي زاوية معينة هو باي طريقة بيدخل بيركب بس خلي عينك من هنا بوسس تتأكد منه بس ايه بيدخل والاورينجز دي بتعشق جوه كده تمام الكويل ركبت متاع السهولة نقصي تاني والمفروض ان الكويلات البين بي اكس دي بتاعة لان شركة فوبو ان الكويل بيستحمل لحد ميت ميلي لكويل بس الصراحة انا ما جربته كفة معي ازاستين سبتين ميلي ولكن ده طبعاً بيختلف على حسب الوضع وطريقة الشرب وكمية السكر الموجودة انت ممكن بقى تجيب الكت دي وتخلي التنك ده باكب وتستخدم التنك ريبيلد معاك او ممكن من الاول تجيب المود بس وتستخدم تنك تاني من عندك سواء كويلات جاهزة او ريبيلد ولكن للسهولة طبعاً الكويلات الجاهزة هي بتبقى اسهل جداً في الاستخدام خلينا بقى نملة دلوقتي لكويد عقبال ما نبقى بنتكلم عن الوبشنز والمميزات بتاعة المود وطبيعي لو انت بتستخدم اي كويل جديد او كرتج جديدة ان انت بتملاها لكويد الاول وتسيبها عشر دقايق او ربع ساعة علشان تتأكد ان القطنة بتتشبع تماماً بالليكويل فكويل يعيش معك عمري اطول وما تلاقيش طعم الدرايهات تمام كده مليناه هنسيبه عقبال ما نخلص ريبيل المود ده كده الاصدار الاخير لمدات الدراج من شركة فوكو زي ما انت شايف من قدام هتلاقي زرار الفاير وسويتش كده بيطلع فوق وتحت وزرارين اسهم فوق وتحت وسوكت الشحن اللي هو طبعاً يو اس بي سي شكل المود انا بصراحة بهرني فيه منتهى الشياء كمية التفاصيل اللي موجودة فيه طحفة الصراحة ويتفتح ازاي بقى المرة دي غير اي مود سابق من الدراج انت بتسلايد كده ويفتح معاك شبه المحفظة وكمان عاملين فيه اوبشن هايل ان انت تقدر تغير الجراب الجلدي ده كله وتجيب واحد تاني من هنا هتقو جاي الفاكج ده شكراً هو بيركب من هنا بمغماطيس يدخل تاني كده وهم عاملين الكافرس دي ممكن تتباع لوحدها بعد كده بحيث ان انت لو بتزهق يعني من المود اللي معاك بسهولة جداً بدل ما تغير المود هتغير الجراب ده كالمعتاد بيشتغل بطاريات 18650 فهنراك البطاريتين هنا علشان نبدأ نكتشف اللي موجودة الجزء ده بس هو الوحيد اللميع اللي بيبصم باقي المود ما بيبصمش نهائي بصراحة انا شايف كنية شياكة حلوة جداً وكمة الدراج مكتوبة هنا واسم التشب موجود هنا مطبوع جاني تي ومن هنا عامل كده عشان ايه يشاورلك انت منين تسحب وغطى بتاع البطاريات طيب يلا بينا كالمعتاد من فوكو خمس ضغطات علشان المود ده يفتح واحدين ثلاثة اربعة خمس وهنا جميل جداً ايه بقى اللي احنا شايفينه في الشاشة هنا اول حاجة هنلاقيه هنا طبعاً الرقم الكبير ده هو الوات اللي انت بتشرب عليه في النظام سمارت بيطلع ماكسمم لحد ثمانين وات ولكن لو حطيت عليه تانك كويلات جاهزة وهيارت المود لار بي ايه وخاريك ازاي دلوقتي بيطلع معاك طبعاً لحد مية سبعة وسبعين هتلاقي هنا المود اللي ممكن يتغير وهقول لك ازاي وبعد كده هتلاقي مستوى البطاريات موجود على الشمال تحته على اليمين هتلاقي الفولت اللي بتشرب عليه وبعدين المقاومة وطبعاً عشان انا مش مبكي التانك فهو مش قاري مقاومة وبعد كده هتلاقي البوف لانس او اخر البوف انت اخدته كان كم سنة؟ طب لو جينا بقى نبكي بالتانك كده نظيم جداً خطوماتيك لي بقى طبعاً ارى لك كده المقاومة او بوينت 15 والوط اللي موجود 65 هو جاب الوط المفضل يعني اللي ممكن يتشرب عليه ولكن طبعاً تقدر تتحكم في الوط اللي ممكن تشرب عليه بالنسبة بقى للبوتنز والزراير والسيتمز هتلاقي هنا في ايه ده سلايدر كده متحته الفوق ده سويتش وتقدر تغير الاوبشنز اللي موجودة في السويتش هو حالياً ده لك لكل الضرائر يعني لو جيت تدوس فوق او تحت مش حير ده ولو جيت تدوس فاير برضو مش حير ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن يقبلها ان انت تقفل المد خالص واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة هيقفل لك المد عاية لكن اي حاجة تانية لأ حتى الاوبشن بتاع السيتنز انك تفتحها برضو هيبقى مقفول عليك ان انت تدوس فوق وتحت مع بعض مش حير نرجع بقى نفتح السلايد كده ونبدأ نشوف كل الاوبشنز اللي موجودة في المود لندراج فاني هندوس بقى فوقه تحت مع بعض نعلق كده سنهيتين حيبدأ يدينا اول حاجة المود ايه الاوبشنز اللي في المود سمارت ده هو اللي بدأ بيه باي ديفولت اللي هو يختار لك احسن وقت تشرب عليه في بعد كده الار بي ايه هتلاقي لون بالازرق كده بدل ما هو كان لونه نحاسي وده هنا ممكن يطلع بالوات لحاجة 157 وات وده طبعا لو انت مركب تانك كلات البند فتقدر تتحكم في الوقت اللي انت عايز تشرب عليه المود الثالث الموجود هو الايكو والايكو ده هنا انك تبقى بتشرب من غير ما تاخد خطة قوية تضيع لك البطارية فغالبا وانت بتشرب على 65 حتى البخار ضعيف هتلاقي ان انت كأنك تشرب يعني على ايه 62 او 63 وات وده اوبشن انا ما بحبش استخدمه نهائي نيجي بعد كده في التي سي وهو ده temperature control وده للناس اللي لسه بتشرب على التحكم الحراري بيقولك انه هو بيدعم جميع بقى انواع الكويلات اللي بتشتغل التحكم الحراري ما بين النيكو وما بين التي اي ستانلس 316 و 430 وهذا نعمل باك وكده ده الثلاثة مودز اللي ممكن ان انت بتشرب عليهم واحنا هنختار الواتف تاني اوبشن بقى عندنا وهو اختيار ال switch switch ده اللي هو الزرار اللي هنا تقدر تختاره ان هو يعمل look زي ما قولنا او ان هو complete ليعمل power off 1 للجهاز زي كده 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 هو طفق الجهاز تماما لو انت بقى قفلته من هنا ما تقدرش بقى تفتح الجهاز بخمس تاكات يعني انت قفله من هنا power خلاص هنا 1 2 3 4 5 مش هتفتح لك الجهاز لازم ترفعه لفوق علشان الجهاز يفتح معه والاوبشن التالت ان انت تستخدمه علشان تعمل look للوقت يعني تقدر تفيه بعادي جدا بس ما تقدرش تزود او تقلن الوقت وغالبا افضل اوبشن هنا لتسويتش ان انا استخدمه ان هو يلوك بس الزراري الاوبشن بعد كده color ده الالوان بتاعت الثيم بتاعت المود ده هنا classic ممكن تعمله افضل pink purple او yellow تختار اللون اللي بتغيرلك ده وانا من هنا هرجع اختاره default اللي هو الكلاسيك يعني طبعا زي ما انت شفتك كده اي اوبشن ان انا عايز اختاره كايني بدوس enter يعني بيبقى عن طريق زرار الفرق نيجي هنا بقى للباتري اي فاليوشن ده اوبشن جديد هم عملوه لو انت حتى اي مكتوب بات اي فال ان هو يقيم لك مستوى البطاريات اللي انت بركبها هل تصلح للبيبنج او هل تصلح للمود ده ولا لا تخليني اختار هنا هو بيشايد بيستخدم الكويل مع البطاريات ويديلك ان اللي اتنين معمول عليهم شك كده بالاخضر يعني البطاريات سليمة وطفلة لكن لو لقيت ان واحدة من البطاريات معمول عليها علامة الورنينج بالاحمر كده ده معناه ان البطارية دي محتاج ان انت بوايق الوبشن اللي بعد كده هو البوف ريسيت ومن هنا بتريسيت البوف كاونت بتاعك فرجع تاني كله اصفار وهنا معاك خمسة ديجيت للبوف كاونت يعني يكفي ان هو يعد معاك لحد عشر تلاف كاونت واخيرا الثيم الثيم ده انت تقدر تختاره اون او اوف ده لو اختارت اون معناه ان انت لما تيجي تذيب او تشرب بتدوس فاير تلاقي بيعمل الحركات دي فتغييره روشنة ويفضل الدراج محافز على رونكو وشيكتو وانه مود بتشباية قوية جدا ريسبونس بتاعها سريع بتقرأ المقاومة بطريقة اكيرت جدا قريبة جدا من المدات الهاي اند وطبعا بديزاينز واشكال كتيرة تعالوا بقى نجرب الليكود واقولك رأيي في المد نفسه وفي التانك اللي جاي معاك يا كنت مفتقد قوي احساس ان انا مسك مد تقيل كده وبيطلع البيب بروتكشن ده كله خلي بالك طبعا لوحات التانك هنا ريبيلد وبشرة بقى على ميت وط ومئة وعشرين وط احنا كنا ممكن نغيم المكتب حرفياه واول ملحوظة على رغم ان هو مد وفي بطاريتين ولكن في فرق مرتوز في الوزن ما بينه وما بين البرجنت القديمة واكيد طبعا قصة ان باب البطارية معمول خفيف قوي كده وجلد مش حاجة معدن فرقة جامد جدا في الوزن بتاع البلد ممكن بقى الناس تقلق من قصة ان الباب مش حاجة سابتة كده او حاجة معدنية ولكن عايز اقولك ان هو متسبت بتنين معناطيس من جوه فقصة ان هو يقع او يتفك او دي تنزل والمعناطيس يتفك كده قبشا مش وارد لان هو متسبت كويس جدا ولما بيتقفل على البطارية بيكون بيرفكت يعني مش بيلوق كده ومش بيتحرك وحتى البطاريات جوه لما تحركها مش هتسمع صوت لاي حاجة في قصة الباب بالعكس انا شايفوه انوفيشن قوي جدا وعمل اختلاف جامد في شكل المد بصراحة ومدينه شيكا رهيب بالنسبة اليرفلو تفضيل الشخصي لأقوى فليفر هو ان انا اكتل التلت الاولاني كده من اليرفلو وأسيب التلتين مفتحين خلينا ناخد باف كمان طبعا الفليفر على كويلات الـ PMPX هايل 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 قوة الكويلات الجهزة فعلا في شركة بوكو يمكن في الـ PMPX اكتر كمان من الـ PMP العادي ان هو بيقعد وقت اطول وقوة الفليفر حلوة جدا ممكن تخليك مش محتاج ان انت تجيب تانج ريبال طبعا عارف في ناس كتير بتحب ان هي تعمل كويلاتها بنفسها وبغير القطنة والسهولة والتوفير خصوصا لو انت بتشرب لك والكتير لان كويلات الجهزة هتبقى مكلفة اكتر شوية من الكويلات الـ ريبال طبعا يعني وطبعا لو انت معاك تانج تمش فهو لا يعلق عليه في الفليفر انما انت لو حد جاي يبقى جديد ومستغلي وانت تجيب مود وبكاريتين وتانج ريبال ففكرة الكت والكويلات الجهزة عملية جدا والفليفر فيها حلو جدا جدا المود ده بقى بيتوفر بسبع الوان وحتى لحظة تصوير الفيديو هو لسه ما نزلش مصر ولكن طبعا الدراج ليه شعبية قوية جدا جدا في مصر فهتمنى من أستاذ المستوردين من هما يجيبوا لنا الدراج فاير بسرعة حاجة طبعا هتلاحظها في انتشباية بتاعت الدراج فعلا سرعة الاستجابة للمود رهيبة بمجرد ما بتضغط كلكية كده في جزء اللي الثانية هو بيفاير على طول سرعة الاستجابة دي حاجة حلوة جدا واستهلاك البطاريات في عدد بافس معموله حلو جدا في الدراج يعني نفس البطاريات دي على مدة تاني بتعمل عدد بافات اقل داخل فيها برامتر كتيرة طبعا المقاومة وطول النفس وكل ده ولكن هتلاحظ ان البطاريات استهلاكها بيكون اقل على الشباية الجيني في مدد اندراج الميزة بقى كمان هنا ان هو بيشحن فاست تشارج جدا ان هو بيقبل 5.3 امبير فراحة البطاريات هتشحن بسرعة ولكن ما زال تفضيل الشخص دايما ان انا اقل الاستهلاك بسخط الشحن ده واجيب شحن خارجي احط عليه البطاريات ويبقى الاستخدام للشحن ده في الطوارئ بس في ناس كتير بجادر في الموضوع ده وتقولك بكلام تجار وكلام كده انا شخصيا لو عندي صوت مهم زي ده كمان علشان الـ software update هقل الاستهلاكه تماما وحكمد على الشحن التالي طبعا المتيريال بتاعة المود ده هو zinc alloy و leather او جلد للغطة بتاع البطاريات المود ده بيجي فيه كزا نظام حماية وفيه حاجة قبل ما تكلم عن انظمة الحماية ان الشاشة هتلاحظ لما تبطل تستخدمها 8 ثواني هتلاقيه عمل ديمينج كده يعني الـ screen الملت الاضاءة شوية وبعد 15 ثانية كمان هتفصل تماما علشان توفطر لك من عمر البطاريات يعني زي كده دلوقتي الشاشة هتفت هتضغط ضغطة واحدة وبعد كده هتاخد نقط انظمة الحماية الموجودة بقى منها طبعا الشورت سيركيت ان ان طبعا لو مرتب كوي الملموس بالغلط مش هيعمل قفلة ومش هيبواز لك المود حتيجي تفاير حتلاقيه بيقول لك وفيه طبعا اوفر تشارج كروتكشن ان طبعا لو موصل الكابل وسايبه بيشحن ووصل لحد مية في المية بيحافظ على البطاريات ان هو ما يعملهاش اوفر تشارج وفيها كمان اوفر تشارج كمان ان هو لو دخل لها طيار عالي بيحمي الشباية من الطيار العالي ده عشان ما يضرب لكش اوفر تشارج كمان ان هو الشباية ما تسخنش زيادة عن اللزوم لو سخنت هتلاقيه لوحده بيرسله لك وبيقولك انك تستنى شوية وهدى يا وحش في الانفاس بتاعك اما بالنسبة للكويلات فاكبر ميزة موجودة ان الكويلات والبي ام بي اكس والبي ام بي موجودة ومنتشرة جدا في مصر فمع الكت دي لما تجيبها مش هتبقى مقلة ان انت متقييش الكويلات بتاعتها زي بعض الشراكات اللي مش مش مشهورة والكويلات موجودة بمقاومات او بوينت خمستاشر او بوينت اتنين او بوينت ثلاثة او بوينت خمسة واربعين او بوينت ستة بس كده وكده احنا خلصنا ريديو اندراك فايف كده للأسف مفيش المرة دي كده زيادة علشان انت الله هجي فاوي بس اتمنى ان انت متنساش تعمل سببترايب للقناة وفولو لينا على انستجرام وعلى تيك توك علشان تتابع معنا كل جديد وتدخل معنا في المنسبقات اللي بنزلها في الفيديوهات عندي واشوفكم على خير